موسيقى مساء الخير وهلا بيكو حلقة جديدة وهنا العاصمة النهاردة ضفنا هو وزير التجارة والصناعة مونير فخري عبد النور وحنتكلم عن ملفات عديدة لدى السيد الوزير حنتكلم عن ملفات سياسية الحقيقة لانه مجلس الوزراء الان يعني جزء مهم من شغله له علاقة بالسياسة ومواجهة الارهاب والتعديلات في القوانين لكن هنتكلم على ملفات تخص وزير التجارة والصناعة الحديد الأرز القطن ثلاث ملفات مهمة جدا نتكلم ايضا عن المصانع المتوقفة والمتعثرة هنتكلم على تخصيص الاراضي عندنا مشكلة ضخمة جدا في تخصيص الاراضي للصناعة وموجودة في كل مصر ولا تخصص أراضي هل حلت هذه المشاكل هنتكلم ايضا عن استعداد الحكومة أو استعدادات الحكومة لمؤتمر فبراير المقبل هل هو لسه فبراير ولا تغير الموعد أصبح موعد لاحق والنهاردة لكن النهاردة عندنا أخبار كتيرة جدا قبل ما نستقبل السيد الوزير وخلينا نبدأ أولا بأحداث سيناء ومتابعة لما يحدث في سيناء وأيضا متابعة لما يحدث داخل مجلس الوزراء النهاردة كان فيه اجتماع مهم لسيد رئيس الوزراء مع المحافظين الاجتماع ده كان له شق له علاقة بالعمل الدوري للمحافظين والشق الآخر ربما كان له علاقة بمحافظة شمال سيناء وتحريك المواطنين وما سيحدث من هذا الأمر معي على الهاتف سيد سفير حسين قويش المتحدث باسم مجلس الوزراء سيد سفير مساء الخير مساء الخير ده أنا مش سمع يا جماعة الصوت خالص مساء الخير طيب سيد سفير لا السماعة تحت أنا مش سمع حاجة ده ما فيش صوت طيب واضحنا في مشكلة عندنا هنا في السماعات تحت فأرجو أنه حد يجي زبطها لنا قبل ما يعني حتى يحصل لنا إصلاح لهذه المشاكل التقنية الحقيقة أنه مهم جدا نتكلم أن الإرهاب لا تواجهه فقط قوات الأمن الإرهاب يجب أن نواجهه جميعا ومواجهتنا جميعا مش بس أن نقف صفا واحدا في وجه هذا الإرهاب ولكن الأهم مرة أخرى أن نعمل أن نعمل وأتمنى من الحكومة والحكومة تأتي في المقام الأول لأنها التي تحكم هذا البلد أتمنى من الحكومة أتمنى من السادة والسيدات الوزراء ألا يكون هذا الإرهاب نستنى بقى ونقول إيه طيب يا جماعة ما فيه إرهاب دلوقتي وخلونا نستنى بقى نشوف هنعمل إيه في موضوع الإرهاب ده لا أرجو من كل وزير إذا كان ناوي يروح يزور الجرحة أو ناوي يروح يدعم يعني يدعم أي شيء في له علاقة بالإرهاب قبل ما يعمل كده يخلص شغله إحنا محتاجين حكومة تعمل محتاجين إنجازات محتاجين أن نواجه ما هو على الأرض من إرهاب ليس فقط بمواجهة أمنية من الشرطة والجيش ولكن بمواجهة عملية المواجهة العملية دي أن يكون هناك إنجازات أن أنا أشوف شارع نظيف أن أنا أحس أن المدرسة آمنة أنه يكون فيه علاج يعني صحة شكلها محترم أن يبقى فيه إنجاز على الأرض أن يبقى فيه مشروعات تكتذب الشباب أن نعمل إحنا محتاجين البلد تتحول لخليط نحل محتاجين كلنا نشتغل وناس كتير بتقابلنا تقول لنا طب إحنا كمواطنين نعمل إيه إحنا كمواطنين نشتغل إحنا كمواطنين نشتغل قد اللي بنشتغل ده عشر مرات مجهود لازم نبذل مجهود خرافي البلد دي محتاجة مجهود خرافي من الحكومة من الأمن من المواطنين ده مجهود كلنا محتاجين نبذله من أجل مواجهة الإرهاب الإرهاب مش بس مواجهة بندقية الإرهاب مواجهة بعمل الإرهاب حينجح إذا وجد فراغ الفراغ ده هو يأس هو إحباط هو فقر هو بطالة إحنا محتاجين نملة هذا الفراغ بعمل بفرص عمل بمستقبل بحياة أفضل بحياة أدمية للمواطنين هذه مواجهة الإرهاب الحقيقية أتمنى أن كل محافظ كل وزير كل رئيس مجلس محلي كل واحد في موقعه ما يقولش طيب دلوقتي الإعلام الحقيقة ينشغل بقضايا الإرهاب لا إحنا حننشغل بيكو وحننشغل بقضايا الناس وحنفضل نتابع عمل الوزراء وحنفضل نتابع عمل المحليات كي نصل إلى نتيجة وكي تتقدم هذا البلد ولن نتركها ده دورنا وحنفضل نعمله في إرهاب مفيش إرهاب ده دورنا وحنفضل نواجهه السفير حسام قويش أتمنى أن الصوت يكون رجاء مساء الخير يا فان مساء النور يا سيد سفير أهلا بيك سيد سفير يعني لو تقول لي ما مجريات مدار النهاردة في مجلس الوزراء في اجتماع المحافظين يعني في بدأة الاجتماع أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على السادة المحافظين بضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر للوقوف على المشاكل اللي بتواجه المواطنين في تلك المحافظات وأهمية وضع حلول سريعة وعجلة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين وأن السادة رئيس الوزراء بنفسه حينما يقوم بالزيارات الميدانية يهدف إلى الوقوف على تلك الإحتياجات والمطالب وأن هذا دور أساسي ومهم لأسادة المحافظين في محافظتهم تم عرض لمشروع القومي لتنمية وتطوير الكرة المصرية والتي تتضمن هناك خمس كرة من كل محافظة مقترحة كالكرة الأقصر احتياجا هناك خطة لتنمية تلك الكرة من ناحية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وتم عرض تلك الخطة والنظر في توفير الاعتمادات اللازمة لها الخطة بتكون شاملة لتحسين البنية الأساسية في تلك الكرة سواء كانت مياه شربة أو صرف صحية أو كهرباء أو غيرها خلينا فيما يخص محافظات شمال سيناء وتحريك الناس أو تحريك بعض المواطنين من المنطقة الحدودية ماذا لدينا في ذلك؟ كان هناك اجتماع منفصل لأستاذ رئيس الوزراء مع السيد محافظ شمال سيناء خلافا للاجتماع الذي حضره كافة أستاذ المحافظين وطلب السيد رئيس الوزراء من محافظ شمال سيناء إذا ما كان هناك احتياجات لسيادته يمكن للحكومة الوفاء بها إذا ما كان هناك احتياج عند تحريك المواطنين من منطقة العمليات إذا ما كان هناك احتياج لإنشاء بعض المدارس بصفة عجلة بطوفير بيوت بصفة عجلة الناحية الصحية الناحية التموينية الناحية الخدمية بشكل عام المعرض سيد محافظ شمال سيناء أن هناك في بعض الاجتاجات والتي وجهة ساذة إسلوزراء بأنها ستكون متوفرة طورا ولكن بالتأكيد هناك خطة أخرى بتشترك فيها المحافظة مع القوات المسلحة والتعلق بحصر السكان تلك المنطقة والوقوف على إمكانية تحريكهم طب يعني متى ستبدأ هذه الخطة في التنفيذ؟ يعني خلاص احنا عرفنا أنهم ابتدوا للمواطنين يقدموا طلبات لمجلس مدينة رفح يعني الموضوع متحرك يقول لنا جدول زمني ماذا سيحدث بالضبط؟ إيه الخيارات الأمام المواطنين في ذلك؟ يعني بالفعل هناك حصر تم للمواطنين وهناك تواصل معهم لأن طبيعة تحل المشكلة لكل عائلة أو أسرة ستكون مختلفة على بعض سيحصل على تعويض لنقله من تلك المنطقة سواء كان يتمثل في بدل إيجار لفترة معينة سواء كان يتمثل في إيجاد قطعة إذا كانت قطعة أرض زراعية إيجاد بديل لمنطقة أخرى ولكن ستبدأ فورا على الفور للتنفيذ لأن الحصر كامل وشامل وموجود بالفعل ما آخر تطورات تعديل قانون القضاء العسكري؟ لا قانون القضاء العسكري يعني قد اكتملت قطوات إصداره ومن المقرر أنه خلال يوم أو يومين يكون صادرا في الجريدة اللسمية وفعلا ومطبقا ولكن أؤكد أيضا أن المنطقة التي خضعت للطوارئ تبقا لقرار رئيس الكمبورية مطبق فيها بالفعل أحكام القضاء العسكري تبقا للدستور بأن المنطقة اللي بيعون فيها حل الطوارئ بتصبح خاضعة لأحكام القضاء العسكري دون احتياج لتعديلات ولكن التعديل القانون العسكري بما يسمح بمواجهة الأعمال الإرهابية والأعمال التخريبية ضد المنشآت في باقي أجزاء الجمهورية يعني ما فهمناه بالأمس وأجرأ أرجو أن يكون دقيقا هو أن هذا التعديل يقضي بولاية القضاء العسكري على كل قضايا الإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية نعم لأنه الدستورية ينص على أنه في حالة أعلان التوري في منطقة بعينها بتطبق عليها أحكام القضاء العسكري بما أنه ليس هناك احتياج أن يدبق تطبيق القانون العسكري منذ الساعة الخامسة صباح أمس ده فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية سيدة سفير نعم أنا باقي المناطق طبقا للتعديل قانون القضاء العسكري المقترحة لكن أنا بتكلم على ولاية القضاء العسكري في قانون الإرهاب في باقي الجمهورية أو في قضايا الإرهاب وجرائم الإرهاب في باقي الجمهورية وده اللي بسأل عليه نعم هو ده بالضبط كما ذكرت حضرتك أن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري حتى يتكون اختصاصاته بقضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد كل المناطق والتي تتعلق بالاعتداء على أي منشآت وأفراد قوات مسلحة أو شرطة هل عند حريك معلومات إن كان هذا يمكن أن يطبق قانونا يطبق بأثر رجعي ولا لا يعني أضايا موجودة بالفعل في المحاكم ممكن تنتقل الآن للقضاء العسكري بعد إصدار القانون ولا ربما حريك ما عندكش معلومة دي لا يعني قد يكون من المناسب أنه ننتظر لصدور القانون والاطلاع على صخته النهائية التي قد تحدد إذا ما كانت القضايا التي تتنشأ بعد إصدار القانون هي فقط التي تخضع لذلك التحديل أم سيدخل في ولايتها أيضا القضايا السبطة وننتظر هذا القانون أن يصدر خلال يومين يعني في العاجل طبعا لأنه هناك احتياج سريع للتعامل مع قضايا الإرهاب والعملات الإرهابية التي حدثت وبناء عليه كان هناك حرف من جانب السيد رئيس الوزراء على أن يتم إصدار القانون لأسرع فرصة بشكرك سيد سفير حسام القويش متحدث باسم مجلس الوزراء إذن يعني بيحس السيد رئيس الوزراء بيحس المحافظين وأتمنى أنه يعني يكون شد عليهم شوية بصراحة يعني مش مجرد أن هو بيقول لهم ياريتوا أنه بيتخلوا بالكم الناس لأنه الحقيقة أنه أعتقد أنه أتكلم معهم على النظافة وأتكلم معهم على احتياجات الناس وأتكلم معهم على أشياء كثيرة جدا إحنا كنا في انتظار الحقيقة تعديل وتغيير للمحافظين منذ فترة طويلة وده ما حصلش نتمنى بقى أن المحافظين الموجودين يشتغلوا شوية ببعض الهمة وبعض العمل المكثف عايزين نشوف المحليات تشتغل بشكل أفضل لأن الحقيقة ربما يكون أحد أهم مشاكل هذا البلد هو المحليات التعامل مع الناس أو عدم التعامل الحقيقة مع الناس وأحوال الناس الوقفة تماما أما بالنسبة لنعود مرة أخرى إلى سيناء ومعنا حاتم البولوك مدير مكتب الوكالة الأمانية في شمال سيناء أستاذ حاتم الوضع على الأرض إيه حضر التجوال حياة الناس العمليات العسكرية أهلا بك أهلا بك الساعة السابعة صباحا هذا اليوم يدخل اليوم الثاني على التوالي أهلا الناس في هدوء تام في المنطقة هدوء يسيطر أهلا الناس ملتزمة بتطبيق الحظر لا يوجد أي اختراف للحظر هذا بالإضافة إلى انتشار للقوات الجيش والشرطة على الطرق السريع وفي ميادين العريش هذا ما يحدث على الأرض الآن في العريش ومدن شمال سيناء التي يطبق فيها الحظر أما بالنسبة للعمليات العسكرية فهي مستمنة منذ 48 ساعة على التوالي هناك نتائج كبيرة كانت على الأرض سمعنا من مصادر أمنية أنه هناك تم قتل اليوم إثنين من العناصر التي شاركت في العملية فرم القواديس وذلك تتمنى للمصادر الأمنية وهناك عمليات مستمرة صايرة العبادش يتواصل قصة لعدة مناطق الجيش يواصل عملياته في سيناء لكن يعني بعيدا ما فيش تفاصيل أكتر عن العمليات العسكرية على الأرض العمليات العسكرية مستمرة حتى الآن ونتائجها تخرج أول بأول ولكن لم تنتقي بعد وغالبا ما تخرج بيانات من المصادر الأسكرية والمصادر الأمنية حتى الآن البيانات التي تخرج قليلة ولكن هم يقولون أن العمليات مستمرة على قرى شرق العساب فينا قرى جنوب رفح ويالشيخ زويد ماذا عن تحريك الناس؟ يعني هل كان فيه قرار لتأمين المواطنين تحريك حوالي 1200-1600 أسرة تقريبا اللي هم يعيشوا في المناطق الحدودية وبدأ بالفعل الكلام معاهم هل إيه الخطط إيه الخطوات اللي بتأخذها الدولة في ذلك؟ في حقيقة مثال التحريك الناس هذي كلك حتى الآن قرارات ولم تصدر على الأرض أي قرار فيه ولم يطبق هناك قرارات تصدر في الصحف وفي القانوات التصويرية لم يطبق هذا القرار حتى الآن ولم نشعر بوجود أي تنقل للناس أو تنقل من مكان إلى مكان حتى الآن محاصص الشماتين كان في اتماع مع رئيس الوزراء حتى الآن لم يعود إلى المحاصص لشرح ما هي الخطط لأن كان فيه تغيير للسكان أو لا بشكرك حاتم البولوك مدير مكتب وكالة الألمانية في شمال سينة أيضا معي الدكتور خالد حانفي وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد مساء الخير لو تطمئننا على الوضع التمويني والعيش والخبز وكل احتياجات الناس في شمال سينة خاصة ضمن حضرة جوال ضمن إغلاق للمنطقة تماما لو معنا الخريطة جماعة تبقى موجودة معنا إغلاق لهذه المنطقة تماما فيعني الأكل وشرب الناس وحياتهم إزاي في هذه المنطقة الحقيقة أنا بطمئن حضرتك إن إحنا يعني من يمكن من أول أمس وإحنا بنرسل أواصل من السلع التموينية وموجود ما يكفي الاحتياجات من السلع الأساسية من الزيق والإنتاج العيش وكل السلع الضرورية الأساسية عندنا تمن منافذ للمجمعات التلاكية موجودة وتشتغل يعني لغاية قبل فترة الحظر كل السلع موجودة وبنمد بشكل مستمر وأنا النهاردة كنت مع محافظ شمال سينة كنا في اجتماعها وقلت له إن أي شيء يعني يستشعر إن فيه نقص فورا بيتم إمداده لكن مفيش أي نقص في أي حاجة حتى الآن وإحنا كنا استبقنا الأحداث وبعتنا طور معرفنا وجهنا بسيارات فيها السلع الأساسية اللي ممكن تكون مطلوبة النهاردة حاليا كنت في اجتماع مع سيد الرئيس وأعتقد أنه ده الإشارة لبدء المشروع اللوجيستي للتخزين في دوميات لو تقول لنا سريعا معلومات عن هذا الأمر الحقيقة ده مشروع أنا بعتبره مشروع يعني لمصر كبير جدا لأن مصر حتبدأ تستفيد وتستثمر موتها استثمار سليم حتبدأ تكون هي المحور كما يجب أن تكون لتجارة وتداول وتبادل الحبوب والغلال حيتعمل في هذا المشروع اللي حيكون جزء منه في محطة للغلال في مينا دوميات وجزء في منطق مصر حتستقبل كميات كبيرة جدا من الحبوب والغلال بالتفاوض جماعي يديها ميزة تنافسية كبيرة في الأسواء العالمية حتعمل تقاط تخزين قد تصل إلى 65 مليون طن دايناميك خلال العام حتقوم بعد كده بصناعات للقيمة المضافة مؤسسة على الغلال لأن ما يصحش أن مصر تبقى هي أكبر مستورد للأمح وبتستورد تلت الأمح اللي بيطاجر بيه عالميا وتكون بتملة وتفرض علينا شروط وقواعد الشراء في العالم يمتعش أن مصر تكون أكبر دولة بتستورد وبتستورد وكأنها أصغر دولة في شروط التفاوض والشراء بس سياتة الوزير يعني نسمات من بعض العاملين في هذا المجال أنه مصر ليست يعني هاب للغلال أو ليست في هاب لتجارة الترانزيد في الغلال وبالتالي ممكن نعمل صوامع للأمح لكن فكرة الترانزيد ده إحنا مش موجود عندنا أساسا إحنا مش في طريق التجارة في هذا الأمر حضرتك لو وريت حضرتك الخريطة العالمية لتجارة الغلال والأمح ووريتها حتى لطفل صغير هيكتشف أن المنطقة بتاعتنا هي في البقرة يعني كل التجارة جاية من الشرق والغرب من مصادر الإنتاج ومصادر الاستهلاك كلها في المنطقة بتاعتنا إحنا بنستورد عشرة مليون طن أمح على سبيل المثال الجزائر بتستورد ستة وسبعة من عشرة مليون طن أمح سعودية بتستورد تلاتة وثلاثة من عشرة الأردن يعني المناطق اللي حوالينا كلها بتستورد حوالي مثلا ستين سبعين في المية من الأمح اللي بيستورد في العالم كلنا بنروح نشتري بشروط تفاوض ما بتخلناش في وضع جيد بنشتري يعني إذا صح التعبير بالتجزئة وبالقطاعي إحنا نستطيع أن نتفاوض جماعيا نستطيع أن إحنا نتعاقد على كميات كبيرة جدا حال وجود الطاقات التخزينية الكبيرة اللي إحنا حننشئها في هذا المركز لو فقط هذا المركز كان موجه فقط لتعويض الفاقد اللي إحنا بنشوفه من الأمح المحلي فقط ومن شروط الشراء والتعاقد للأمح المحلي فقط ده يكفينا لكن طبعا إحنا كمان هنشتغل على المنطقة كلها القصة مش أمح بس القصة أمح ودرة وسكر وصناعات في قيمة مضافة هتنشأ هناك حضرتك إحنا بنستورد 95% من الزيوت بنستوردها زيوت نهائية إحنا حيبقى فيه صناعات لإستخلاط الزيوت تقوم في المنطقة حيبقى فيه صناعات للفراكتوز اللي بديل للسكر اللي بيستخدم فيه المياه الغازية عشان للمنطقة كلها وليس لمصر فقط الأمور فيها تكامل كبير جدا هو المستغرب إن إحنا بقالنا سنين كبيرة ما عملناش الكلام ده لأن لازم مصر كانت تكون هي المخور لده يعني ربما هذا الموضوع يحتاج شرح أطول لكن بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع واعد خلونا نحاول إن إحنا نفهمه بشكل أكبر ربما إذا استضافنا لاحقا دكتور خالد يشرح لنا على خرايط بقى إن بقادرين نفهم وطريق التجارة العالمية إزاي وإن إحنا إيه وإعتقد المشروع ده بنتكلم في تكلفة حوالي 13 مليار دولار بشكرك دكتور خالد حنفي لأكد لنا أيضا إنه منطقة شمال سينة سواء الخبز أو سلعة التموينية كلها موجودة وبالفعل للوزارة سبقت الأحداث ولديها هناك مخزون كافي موجود لدى السكان هناك معي على الهاتف أيضا مونة برهومة الناشطة السينوية أستاذ مونة مساء الخير مساء النور أستاذ الميس أهلا بكي قوليلي أنت منين بالزبط أنا مقيمة في رفح المصري على بعد 800 متر من الحدود الدولية طب ده يعني أنت في منطقة الأحداث في قلب الأحداث طبعا آه أستاذ مونة يعني موضوع التحريك تحريك المواطنين اللي تأمينا لهم من أي عمليات عسكرية ولفسح قدرة للقوات المسلحة أنها تجري عمليات عسكرية وتتعقب الإرهاب أولا رأيك فيه إيه وأنا سمعت أنه قرأنا أنه بدأ بالفعل يبقى فيه تواصل مع مجلس مدينة رفح ويبقى فيه يعني مجموعة من البدائل على الطاولة أستاذ الميس خلينا أقول لحضرتك والأستاذ المشاهدين مدينة رفح مش وليدة سنة أو سانتين أو ثلاثة دين ليها مئات السنوات دي حاجة الحاجة التانية الخبراء الاستراتيجيين العسكريين علمونا أنه البيت على الحدود قنبلة موقوطة في وش العدو وخلينا صراحين أحنا بيحدنا عدو شرس اسمه إسرائيل دي حاجة المواطن السناوي مش ضد الأمن القومي المصري لأنه جزء منه دي حاجة الحاجة التانية أحنا يعني أهل سينة أكتر حرصا وحفاظا واحتفاظا بالحفاظ على سينة بالنسبة للإشعاعات والكلام اللي بتقال عن تهجير أهل سينة والمقترحات بتاعة السادة للأسف الشديد اللي ما بيسموهم الاستراتيجيين وأنا خلينا أقول البعض عشان ما عممشي بضرورة تهجير رفعوا الشيخ زويد هل إذا كان حصلت مصيبة في أي مكان هيبقى رد الفعل هو تهجير الناكت الموجودين طبعا لا لكن أنا بقناة الشخصية ورأي الشخصي أنه يجب تقصيص تلتمية متر بجوار الحدود كمنطقة عازلة وحرم للحدود الدولية بشرط أن نحن نعوض أهل القانتين السكان اللي موجودين في التلتمية متر دول تعويض مجزي ويكفل لهم حياة كريمة لباقي العمر اللي ليهم لكن بالنسبة لأننا نحن يتم تهجير نحن الحقيقة رفضين عملية التهجير اللي بتكلموا عليه السادة الأساسي لا إحنا مين يا أستاذة مونة حريك بتمثلي مين بالضبط محريك؟ في ناس موافقة وفي ناس رفضة لا هقول لحضرتك لا لا هقول لحضرتك في ناس موافقة أنها تمشي في نطاق 300 متر مش في نطاق مدينة رفح بالنسبة لمجلس المدينة وحقيقي كان فيه اجتماع من 10 أيام مع أهالي مدينة رفح وخاصة الموجودين داخل الكيلو الملاصقة للحدود الدولية مع اللواء حرحور محافظة بحافظ شمال فينا وهو قال بالنص أنه حيتم إخلاق 500 متر المجاورين الملاصقين للحدود الدولية تقريبا يجو حوالي 680 منزل وقال أنه على الناس الموجودة على الحدود التوجه فعلا لمجلس المدينة لعمل استبيان أو استقراء هم عايزين الحلول عايزين قطعة أرض كويس ده فيه كال يعني فيه بدائل يعني بس لستمائة تمانية وحوالي 700 بيت لسه لم يتم هدمهم لكن في حوالي 120 بيت تم هدمهم دول يعني الحقيقة أهلهم ما يعرفوش هيتعوضوا ومش هيتعوضوا مش عارفين الجو العام بس يا أستاذ أميس للحقيقة التوضيح لحضرتك وللجماهير اللي قعدة بتشوف برنامج حضرتك سينة من 36 2013 لحتى الآن 15 شهر متواصلة وإحنا الحقيقة عايشين حالة حرب بمعنى الكلمة ده هي لكن حضرتك معايا فضال يا فن بس باختصار لو سمعت نحن بنقول إن نحن قدرنا إن نحن يعني من سكان الحدود وإن نحن جنبنا عدو شرس ويعني الحقيقة أحنا يعني تعبنا يعني لدرجة إنه يعني أنا واحدة من الناس بس تشعر إن أنا يعني أموات على قيد الحياة من الحرب الشديدة اللي احنا عايشينها نتمنى الحقيقة التحرير سينة من الإرهاب تحرير سينة من الفكر العقيم تحرير سينة من الإقصاء تحرير سينة من التأميش تحرير سينة من عدم التنمية المساد المسؤولين الموجودين في القاهرة ينظروا لسينة على أنها بشر وحضر وشضر ما ينظروا لسينة على أنها موقع على الخريطة واعتبارها ملف أمني فقط لأن التجربة الأمنية خلال التلاتين سنة يا أستاذة لميس اللي فاتت أثبتت فعلا فشلها شكرا جزيلا أستاذة مونة برهومة الناشطة السينوية وده رأيي من جوة قلب أهل سينة في ناس الآن تسيب بيوتها أعتقد أن ده محتاج حوار واضح وحوار شفاف جدا بين المحافظ لوحرخور وبين أهل سينة أهل المنطقة لأتمة حركة ولازم يفهموهم ليه وإزاي والتعويض عمل إزاي والبيوت اللي اتهدمت تعويضها لازم يكون الكلام واضح الناس محتاجة تفهم الناس مستعدة للتعاون وهم الحقيقة تحت قصف النار بقالهم فعلا زي ما قالت مونة مدة طويلة وعايشين بصعوبة شديدة جدا وبالتالي الناس محتاجة تفهم محتاجة فيه شفافية محتاجة تعرف هيحصل إيه التعويض إيه طب لما حننتقل هيحصل إيه بالزبط طب هل هتديني بداء الأرض ولا هتديني بيت ولا هتسكنني فين طب هنعمل إيه في المدارس كل ده محتاج الناس تعرفه حتى هذه اللحظة اللي قدامنا كلام يعني بينشر في الصحف وكلام في بيانات مجلس الوزر ده الحقيقة من مبارح بس فنرجو من السيد المحافظ أن يكون واضح يجمع الناس كده ويكلمهم بوضوح زي ما عمل من عشر تيام ويقول لهم الوضع واحد اتنين تلاتة اربعة الأمن القومي واحد اتنين تلاتة اربعة وبالتالي احتياجاتنا كذا واعتقد الناس متعاونة الناس محتاج بحب يسيب بيتهم يعني لا في السويس كانوا بيحبوا يسيبوا بيتهم ولا في بورسعيد حبوا يسيبوا بيتهم لكن مقتضيات الأمن القومي قد تقضي بأمور يعني نكرهها ولكن الناس ممكن تكون متعاونة إذا فهمت وإذا عوضت وإذا لقيت حياة مستقرة كل اللي عايزينه هم حياة مستقرة فيها تنمية لازم فعلا والحياة الجملة مهمة جدا قالتهم هنا أن ينظر من في القاهرة إلى سناء كبشر وأرض وحجر وليس فقط حجر وليس فقط إرهاب دوء فيه بشر عايشين فيه مصريين عايشين هناك لازم نخلي بالنا منهم المصريين دول بعضهم بعضهم بالشغل في الأنفاء بعضهم ممكن يكون خارج عن القانون لكن أغلبهم ينتمون لهذا الأرض لهذه الأرض وينتمون لهذا الوطن وعلينا واجب علينا أن نرعيهم تخليونا نعرف برضو المدارس أخبارها إيه؟ لأستاذ هاني كمال متحدث بيسب وزارة تربية والتعليم وأستاذ هاني المدارس أخبارها إيه في منطقة الطوارئ في شمال سيناء الحمد لله بداية اسمحي لي نجد التعاذي في شهداء الواجد وعجقنا الوحيد أنه هم يعني شهداء في الجنة إن شاء الله وربنا يصبر أهلهم ويصبرنا جميعا ويقدرنا على مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ويعني كان قال السياسة الرئيسي أني تحيا مصر ودايما مصر أقوى من كل هذه الظواهر وهذه الأمور الكارثية الإرهابية ربنا يقدرنا عليهم جميعا إن شاء الله المدارس بايفا مدارس بخير الحمد لله سبحان الله في صورة طيبة جدا جدا ضربوا بيها المثل وإنه مؤمن النهاردة في العريش وفي المناصر اللي كنا خايفين تبقى ما بتهاش نسبة حضور لأن النهاردة كان النهاردة كان أول يوم أعتقد دراسة ولا مبارح نهاردة لأن النهاردة الأحد سجلوا أعلى نسبة حضور لو أقول لحضرتك أعلى من نسبة السلبة اللي بيحضروا في القاهرة والسكندرية والجيزة والقودية كما لو إنها رسالة واضحة من هؤلاء الأبطال بدءا من الأطفال والآمثات الكريمات راحوا النهاردة كما لو إنهم بيبعثوا رسالة شديدة القوة على الإرهابيين وبيقولوا لهم إذا كنتوا بتحاولوا توقفوا حركة الحياة إحنا برضو مش هترهدنا حركاتكم أبدا الإرهابية واحنا هنروح المدرسة وهنتعلم وهنخرج من بيوتنا وطبعا زي ما حدثك عارفة الموعد بتاع حظر التجول من خمسة لسرعة ده بعيد عن توقيتات المدرسة إنما كان اللافت للأمر أنه حتى احنا كوزارة كنا متخيلين إن نسبة الستورة تبقى متدامية جدا جاءت على عكس التوقعات النسبة تزيد على السبعة وتمانين ثمانية وتمانين في المية بشكل يعني يؤكد أن هناك رسالة قوية أراد أنهما يدعطوها أطفال وأنسات وأولياء أمور فكل الشكر الأهلي فينا الكرام اللي يدعطوا رسالة أشد قوة من الرسالة اللي الإرهابين بيحاولوا أنهم والأهم من الأطفال كمان عندها حالة من يعني طبعا الأهالي هما اللي بيدوا الأطفال هذه القوة لكن الحقيقة أنه كمان الأطفال بنموذج لشجاعة مبهرة لكن هل فيه مثلا مدارس معينة أغلقتموها ولا كل المدارس في هذه المنطقة بتعمل لا المدارس بتعمل لأن طبعا الموقع الأحداث حضرتك ممكن وإحنا نكون متخوفين منه بعيدة عن محيط المدارس اللي أولادنا بيدرسوا فيها والحمد لله الأمور منا ومستقرة وزي ما قلت لحضرتك يعني إحنا رغم المشهد المأسوي اللي تألمنا ليه جميعا إنما سبحان الله النهاردة هم أهل فينا برضو الأطفال الشجعان يعني دون نموذج رائع للتحدي وأتمنى أن يقتنع جميع المصريين على هذه الصورة المشرفة وأن نقف يدا واحدة أمام هذه الظواهر الإرهابية بما يجعلنا نقضي عليها قريبا إن شاء الله سريعا بس في 30 ثانية أخبار اللي جاء ليه فحص الحالة المعمرية أو حالة المباني في المدارس إيه اللي كنا تكلمنا عليها في آخر اللقاء تعمل يا فندم الحمد لله مدير المدرسة ومسؤول الأمن وفرد المتابعة كل واحد يوم بيوم بيجيب المدرسة من أول باب لكل الفصول الاشتبابي وأنا بادعو حضرتك بكاميرا من البرنامج تنزل أي مدرسة تختروها في القاهرة أو في الجيزة أو في القلوية أو حتى نروح وانتابع مراجعة أعمال اللي جانبية بما يطمئن الكل من إحنا إن شاء الله على طريق الإصلاح حننزل أنت حر يا أستاذ هاني حننزل بالكاميرا أستاذ الفتيس يعني شو أنا المرة اللي فارت عدت أربع مرات أقول أنا أكد إيه باحترمك بس ألميات وأنا بقول لك أو حننزل حتندم إنما أنا بصراحة زعلان من حضرتك طيب بعدين بقى عشان وقت الجمهور نبقى نتصالح بعدين بدأ وقت الجمهور وإيه يجب أن يكون في الأمور المفيدة شكرا أستاذ هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم حننزل بالكاميرا فعلا ونشوف يعني ده على عهدت وزارة التربية والتعليم ونشوف أحوال المدارس النهاردة الحقيقة كمان البورصة تتمؤشر قوي جدا أمام هذا الحادث الإرهابي ده أول افتتاح للبورصة بعد الأحداث يوم الجمعة وفيه شراء موجة من الشراء للمصريين والعرب والأجانب مصريين وعرب وأجانب يوجول يا جماعة في مثل هذه الأحداث البورصة بتتأثر الناس بتخاف الناس بتبيع وتخاف وتكش لأنك بتقول لك دي بلد غير أمنى دي بلد غير مستقرة مثلا لكن الحقيقة إن فيه رسالة التحدي اللي قدمها المصريين رسالة التحدي اللي كلنا لازم نزرعها جوانا ويعني وإن إحنا نقف صامدين الرسالة دي موجودة في مجموعة من المؤشرات الناس عايشة حياتها عادية جدا كمان عندنا المدارس زي ما قال لنا الأستاذ هاني مدارس كامل العدد فيه شمال سيناء وده الحقيقة شيء يعني حي مبشر جدا وقوي جدا بحي كل أهل شمال سيناء بالذات المنطقة المعمول فيها الحظر والناس على استجابتها والتزامها بحظر التجوال والنهاردة مؤشر بورصة شراء موجة من الشراء والارتفاع يعني تسبب فيها شراء للمصريين والعرب والأجانب مؤشر مهم جدا النهاردة السيد وزير الدفاع زار بعض الجرحة في مستشفى المعادي المصابين من الحادث الأليم يوم الجمعة الماضي يعني كانت رسالته ليهم ورسالتهم ليه هو الإصرار والعزيمة على الثقر والقصاص وبعضهم قال احنا مش هنخرج من هنا نخرج من هنا نرجع تاني الميدان حتى نثقر لأصدقائنا وزملائنا واخوتنا للأسف العدد اعتقد الضحايا في تزايد النهاردة لقينا جثة أو القوات لقيت جثة أخرى في موقع الحادث ولقيت أيضا جندي آخر على قيد الحياة وده برضو المصادر بتصدره أتمنى أن تصدر بيانات رسمية واضحة وشفافة والحقيقة أن ده كان عهدنا دايما بالقوات المسلحة متحدثة عسكري دايما كان بيصدر علينا يعني بيخرج علينا ببيانات واضحة مش عايزين يا جماعة كل الأخبار تنسب لمصادر أو لمراسلين احنا عايزين أنباء تصدر من موقعها من مركزها من أصحابها من المسؤولين عايزين الدينة تبقى فيها قدر عالي من الشفافية قدر عالي من المصداقية نبقى عارفين إيه اللي بيحصل على الأرض الناس كلها متشوقة لمعلومات لم يحدث على أرض سينة ومنقدرش نسمع من صديق زميل مراسل هنا أو زميل مراسل هناك هما بيقولوا أنباء لكن في النهاية نحن لا نصدق إلا البيانات الرسمية والبيانات العسكرية نرجو أن تصدر علينا بيانات يومية وأتمنى أن نبقى فيه زي يعني مركز إعلامي مركز إعلام حرب مركز إعلام حرب ده يخرج ببيانات يخرج بصور ما يمكن أن يخرج منه يعني طبعا مش هنكشف التفاصيل والخطط والكلام ده كله لكن لما يبقى فيه عملاء نقول أن حصل كذا فيه طلعات جوية كذا فيه كذا بس يبقى عندنا معلومات إحنا كمان ما عندناش معلومات هناك نقص شديد جدا في المعلومات وأنا الحقيقة مش عارفة ليه صفحة المتحدث السعسكري لم يعد عليها معلومات كما كان الأمر في السابق أرجو أن ده يتم تداروكه في الأيام القادمة هذه بعض التصريحات من بعض الأبطال من الجرحة اللي أصيبوا في الحادث نقلنا عن التلفزيون المصري لا للأسف هما ما بيواجهوش روش الوش هما دايما كل ضربهم من بعيد يعني وهم دايما لازم يستخبوا أرى حاجة أهالي الشهداء إن شاء الله يعني عاوزين نقسم لهم إن إحنا مش نسيب حق إخوتنا ودول ولادي قبل ما يكونوا أي حاجة ولازم حنرجع من هنا على هناك على طول إن شاء الله نجيب حقهم وطرهم لا بإذن الله نرجع كمين تاني بإذن الله الله حرجع ومش حرجع بيتنا إن شاء الله لما نجيب حق الناس اللي هناك بإذن الله ناخد حق زميننا ناخد حق إننا والله ببنا يصبرهم ومشاء الله عيالهم شهد مشاء الله الحمد لله أهم مشي عندي نجيب حق زمين أنا بإذن الله راجع بإذن الله رب بس رنجعهم بالسماء بإذن الله بإذن الله أي حد فينا اللي مصاب بإذن الله هرجع شامل سنة تاني. اهل الشهادة هم عارفين عائلهم فين. هم عارفين الرجالة دي ماتوا ازاي. ماتوا هم بيدفعهم. ما سابوش كمينهم وجريو. دفعوا لحد اخر لحظة. بس احنا ان شاء الله بازن الله زي ما بنجيب حق على طول. وزي ما احنا قبل ما يعملوا الموضوع دوت احنا كنا موتين تمنتاشر واحد فيهم. ان شاء الله بازن الله هقوم بالسلامة غير الرجالة اللي هناك. وهنخلص عليهم كلهم ان شاء الله. وننهي موضوع الارهاب دخالص.